حنعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الحكومة البرتغالية على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 بالتعاون مع كينيا كإحدى الخطوات الفارقة في العمل البيئي وخاصة بعد نتائج مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال لقائها نظيرها البرتغالي استعرضت الوزيرة الجهود الوطنية في التصدي لأثار تغير المناخ وتهديد الظروف المناخية الحادة للمجتمعات المحلية خاصة المتاخمة للسواحل حيث يعتبر ارتفاع سطح البحر من أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول ومنها مصر